سيرتكم الذاتية نتمنى لكم التوفيق في رئاسة لجنة تحكيم طبعاً جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف صحفي وكاتب صاحب الكتاب الرائع من الخيمة إلى البرلمان مسيرة حياة حينما طرح عليه سؤال من هو المثقف في آخر لقاءاته أجاب المثقف هو ضمير الأمة كما تفعلون اليوم خليفة بنقارة الأستاذ خليفة بنقارة طبعاً البداية كانت صحفي بالقناة الأولى لإذاعة الجزائرية ثم محرراً فمقدماً للأخبار فرئيساً للتحرير فصاحب أول محطة جهوية للإذاعة نذاك تسمى إذاعة الوحات ويرقلة له إصدارات عديدة أيضاً أثر بها المكتب الوطني أولئك كانوا وهؤلاء ما زالوا أستاذ أحمد براهيم محمد أستاذ معتمد لتدريب لدى المركز العربي لتدريب الإذاعي والتلفزيوني بدمشق ومدرباً معتمد لدى الأكاديمية العربية ابن التلفزيون أيضاً تجربة طويلة في مجال التغطيات الإعلامية للأحداث الكبرى كانت أرقام كثيرة عمار بخوش ابن التلفزيون من العام 75 تسعمائة وألف صاحب الفكرة والتنشيط لعدة حصص متلفزة ذات طبيع سياسي واجتماعي الأستاذة فتح عقب تقلدت عدة مناصب عليا بوزارة الثقافة عضو سابق باللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان صوتها على الأثير هو عنوان الإذاعة الوطنية الأستاذة بريزا برزاك سنوات طوال قضتها بريزا برزاك في الإذاعة الوطنية صحبة المايكروفون صحفية ورئيس التحرير وهي مدرسة داخل مدرسة الإذاعة والتلفزيون زيتوني ظاوية وفية للإذاعة الوطنية أيضاً الثانية منذ التحاقها العام ست وثمانين صحفية فرئيس التحرير فمديرة برامج فأستاذة مكونا فمتعاقدة بعد التقاعد العام الفين وثلاثين وعشرين سبع وثلاثين عاماً من العطاء الإعلامي ولا زلة مهدي مسعودي من الباهية وهران رئيس تحرير بعدة جرائد بمدينة وهران منذ أكثر من خمسين وعشرين عاماً مؤسس لعدة مواقع إلكترونية من بينها الجيغي أكتويل والجيغي توتر كاميل عمارني صحفي ورئيس تحرير جريدة لسوارد الجيغي أمين عام النقبة الوطنية للصحفيين مساهم في إنشاء عدد من الجرائد الوطنية الأستاذ عبدالقدر ما ماش مصور صحفي منذ العام الثنين وثمانين مسؤول قسم التصوير بوكالة الأنباء الجزائرية له شهادات عليا في التصوير بدرجة مراسل كبير أم كبير المراسلين كبير المراسلين دكتور محمد شوط ممثل طبعاً وزارة الاتصال كانت هذه توالياً أسماء كل لجنة التحكيم الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تحت إشراف طبعاً الأستاذ الدكتور محمد العقاب ونتمنى لكم التوفيق خاصة التوفيق أتمناه لكل زملائي وزميلاتي الصحفيين والصحفيات من مختلف وسائل الإعلام